ثانيا رسالة الإمام علي بن حسين عليه السلام للزهري قال الإمام زين العابدين عليه السلام قال الإمام زين العابدين عليه السلام أما بعد كفان الله وإياك من الفتن ورحمك من النار فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك التفت الآن بعد هذه الكلمات عرفتم من هو المقصود من أخ له في الدين من الذي قصده الزمخشري عندما قال كتب إليه أخ له في الدين إنه الإمام زين العابدين عليه السلام قال الإمام زين العابدين عليه السلام أما بعد كفان الله وإياك من الفتن ورحمك من النار فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك فقد أثقالتك نعم الله بما أصحى من بدنك وأطال من عمرك وقامت عليك حجج الله بما حملك من كتابه وفقهك من دينه وعرفك من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرض لك في كل نعمة أنعم بها عليك وفي كل حجة احتج بها عليك فرض الفرض فيما قضى إلى أن يقول فانظر فانظر أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه يا سستاني انظر أي رجل تكون غدا إذا وقفت هذه رسالة من الإمام السجاد بوساطة الزهري إليك فانظر يا سستاني أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليه كيف رعيتها وعن حججه عليك كيف قضيتها فانظر أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليه كيف رعيتها وعن حججه عليك كيف قضيتها ولا تحسب أن الله قابلا منك بالتعذير ولا راضيا منك بالتخصير لا يوجد أذر أيها السستاني ولا تحسب أن الله قابلا منك بالتعذير ولا راضيا منك بالتخصير هيهات هيهات ليس كذلك إنه أخذ على العلماء في كتابه إذا كنت من العلماء إنه أخذ على العلماء في كتابه إذا إذ قال لا تبيننه للناس ولا تكتمونه في آل عمران إذن يقول إنه أخذ عليه علماء في كتابه إذ قال لا تبيننه للناس ولا تكتمونه واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم أن آنست وحشة المحتل أن آنست وحشة المحتلين يا سستاني أن آنست وحشة الرئيس الوزير رئيس الوزراء الظالم الفاسد السارق المفسد واعلم يا سستاني أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم من الحاكمين من الفاسدين من الوكلاء من المعتمدين من الفسق السراق الفاسقين وعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دعيت فما أخفني أن تكون تبوء بإثمك غدا من الخوانة أو تسأل عما أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة أنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك يا سستاني أنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناك وأحببت من حد الله وأحببت المحتلين أحببت الفاسدين أحببت المارقين أحببت الفلنتانيين والمثليين ومتعاطي المخدرات والفاسدين والمعممين الفاسدين من الوكلاة والمعتمدين أحببتهم وطممت على فسادهم وقضائحهم وفجورهم ولم ترد باطلا حين أدناك وأحببت من حد الله أوليس بدعائه إياك حين دعاك يا سستاني أوليس بدعاء المحتلين بدعاء الحكام الفاسدين بدعاهم إياك أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أدار بك رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم كما فعلوا بك في زمن صدام وقتل واستشهد الصدر الأول والثاني بسكوتك بإمضائك بتعاونك بعمالتك مع النظام بالتقارير التي كنت ترفعها إلى النظام واستسبعوا واستسدوا على الصدر الأول وعلى الصدر الثاني بفضل عمالتك لهم وانتمائك لجهازهم الأمني وتقاريرك التي كنت ترفعها إليهم باستمرار وكما فعلوا معنا كانوا يحتجون علينا بعمالتك بتعاونك معهم بانفتاحك إليهم بانقيادك لهم بتقاريرك التي ترفع إليهم وليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أدار بك رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك على بلاياهم وسلما إلى ظلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بنخت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك فما أقل ما أعطوك من رشاة من مئتين مليون دولار ما هي المئتين مليون دولار مقابل ما عندك من أموال وما تكدس من أموال في البنوك في الشركات في الداخل في الخارج في بلدان الشرق في بلدان الغرب في بلدان الخليج في بلدان العرب في بلدان الأعاجم كم عندك من المليارات والمليارات تدو نفسك على مئتي مليون دولار ما هذا المبلغ مقابل ما تملك لكنها الذلة لكنها العمالة لكنها الأوراق والفضائح التي يمتلكونها ضدك لكنه الجهل والدماء والخسة وعدم الرجولة فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلأ في الخاصة والعامة إليهم فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك وما أيسر ما عمروا لك فكيف ما خربوا عليك فانظر لنفسك فإنه لا ينظر إليها غيرك وعاسبها حساب رجل مسؤول انظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا كما في سورة العراف فما أخوفني أن تكون كما قال الله بكتابه فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا أنك لست في دار مقام أنت في دار قد آذنت برحيل أنت في دار قد آذنت برحيل فما بقاء المرء بعد قرنائه طوبى لمن كان في الدنيا على وجل يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده احذر فقد مبئت احذر يا سستاني فقد مبئت وبادر فقد أجلت إنك تعامل من لا يجهل وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل تجهز فقد دنا منك سفر بعيد وداوي دينك فقد دخله سقم شديد رسالة قوية وواضحة وشديدة إلى الزهري ورسالة واضحة إلى السستاني وكل من سار في فلك السستاني في العمالة والانحراف والجهل والظلالة والفساد والتقتيل والإجرام والطائفية وتدمير الشعوب والبلدان والأخلاق تجهز يا زهري تجهز يا سستاني تجهز فقد دنا منك سفر بعيد وداوي دينك فقد دخله سقم شديد ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك يا سستاني لا تحسب أني أردت توبيخك وأن الإمام أراد توبيخك وتعنيفك وتعييرك لكني أردت أن ينعش الله ما فات من رأيك ويرد إليك ما عزب من دينك وذكرت قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أغفلت ذكرى من مضى من أسنانك وأقلانك وبقيت بعدهم كقرنين أعظم كم من الناس كم من المتقملقين كم من العباد كم من العبيد كم من الأسنام الذين اتبعوك وعبدوك يا سستاني قد ذهبوا إلى جهنم وبأس المصير تعلم خذ العبرة اتق الله أغفلت ذكرى من مضى من أسنانك وأقلانك وبقيت بعدهم كقرن أعظم أي كقرن قصير لا أخ له ولا نصير كقرن أعظم انظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه أم هل تراهم ذكرت خيرا أهملوه وعلمت شيئا جهلوه بل حظيت بما حل من حالك في صدور العامة وكلفهم بك أي حبهم الشديد وأشقهم وولعهم بك بل حظيت بما حل من حالك في صدور العامة وكلفهم بك إذ صاروا يقتدون برأيك كالعبيد كالبهائم كالأغنام إذ صاروا يقتدون بك ويعملون بأمرك كعبدة العجل إذ صاروا يقتدون برأيك ويعملون بأمرك إن أحللت أحلوه وإن حرمت حرموه وليس ذلك عندك ولكن ليس ذلك للعلم الذي عندك لا ليس لهذا الأمر ولكن السمعة الواجهة الاحتلال الوشا الدولار ولكن والمناسب طبعا ولكن أظهرهم عليك ورغبتهم فيما لديك ما هو ذهاب علمائهم لأن المشروع الاستعماري السهيوني الأنصري المعادي هو في تسرية العلماء فصفوا لك الساحة فقتلوا العلماء فقتلت العلماء وأخليت الساحة لك هذا ما قاله الإمام السجاد سلام الله عليه هذا ما تنبأه به الإمام السجاد بحق السستاني وبخطورة السستاني وبظلالة السستاني وبإجرام السستاني هو الإمام قال السستاني قصف العلماء وقتل العلماء وتآمر عن العلماء فبقي السستاني يسول ويجول يقول وليس ذلك عندك ولكن أظهرهم عليك ورغبتهم فيما لديك ذهاب علمائهم وغلبة الجهل عليك وعليهم وحب الرئاسة يا سستاني وحب الرئاسة وطلب الدنيا منك ومنهم أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة أو الغفلة أو الغرة أي الغفلة أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة وما الناس فيه من البلاء والفتنة قد بتليتهم وفتنتهم بالشغل عن مكاسبهم مما رأوا فتاقت نفوسهم إلى أن يبلغوا من العلم ما بلغت أو يدركوا به مثل الذي أدركت فوقعوا منك في بحر لا يدرك أمقه وفي بلاء لا يقدر قدره فالله لنا ولك وهو المستعان هذه الفقرة لا تنطبق على السستاني لماذا؟ لأنه لا يمتلك العلم إذن كل فقرة تتحدث عن العلم لا تشمل السستاني لأنه ليس بعالم ولا يمتلك شيئا من العلم والإمام سلام الله عليه تعدث مع الزهري لأنه يعلم بعلم الزهري وأراد أن يرجع الزهري إلى ما كان عليه من العلم والدرس والتعصير والتقوى والإيثار والزهد والتواضع والإيمان والنقاء والصفاء أما بعد يكمل الإمام يقول أما بعد فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلتحق بالصالحين الذين دفنوا في أسمالهم أي في الثياب قديم بالية الذين دفنوا في أسمالهم لاسقة بطونهم بظهورهم ليس بينهم وبين الله حجاب ولا تفتنهم الدنيا ولا يفتنون بها رغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لاحقوا فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك فكيف يسلم الحدث في فكيف يسلم الحدث في سنه فكيف يسلم الحدث في سنه الجاهل في علمه المأفون في رأيه إذن يقول فإنك أنت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ أنت الذي الآن وضعت قدمين بل وضعت القدمين في القبر جسدك كله في القبر إذا لم يكن إذا لم تكن أنت بكلك بجسدك وبما يلتحق بالجسد في القبر لا يتعامل ولا يحكى الآن إلا مع خرافة متجسدة خرافة لا حقيقة لا انطباق لا جسد لها خرافة بمعنى الخرافة خيال وهم لا نعلم يتعاملون مع اسم مع عنوان فقط أما الجسد والروح فذهبت إلى حيث دفنت وانتهت لا نعلم ربما يكون هذا الأمر هو مشروع مشروع تابع لمنظمة تابع لجهة أسس من جهة صرف عليه يراد له الاستمار لأنه أتى بثمار كثيرة غير متوقعة فأنت الذي قدمك في القبر الذي جسدك في القبر وتفعل هذه الأفاعل وتتمسك بالدنيا وتطلب الرشاة وتظل الناس وتفتي بقتل الناس فما بال الشباب فما بال حديث السن فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ من كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك فكيف بباقي الناس فكيف يسلم الحدث في سنه الجاهل في علمه المأفون في رأيه الغبي ضعيف الرأي لا تصدر عنه حكمة ولا واقعية إذن ماذا يفعل هذا المدخول في عقله فكيف يسلم الحدث في سنه الجاهل في علمه المأفون في رأيه المدخول في عقله إنا لله وإنا عليه راجعون على من المعول وعند من المستعتب نشكو إلى الله بثنا وما نرى فيك ونحتسب عند الله مصيبتنا بك نشكو إلى الله بثنا وما نرى فيك ونحتسب عند الله مصيبتنا بك فانظر كيف شكرك لمن غذاك فانظر كيف شكرك لمن غذاك بمعمه صغيرة وكبيرة وكيف أعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جميلة وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في الناس ستيرة وكيف قربك أو بعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبا ذليلا ما لك لا تنتبه من نعستك يا سستاني ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثارتك فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا يقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا أو أمت له فيه باطلا أفهذا شكرك من استحملك هذا الإمام يقول للزهري يقول له ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثارتك فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له دينا أو أمت له فيه باطلا أفهذا شكرك أفهذا شكرك من استحملك ما أخوفني أن تكون كما قال الله تعالى في كتابه أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا استحملك كتابه واستودعك علمه فأضعتهما فنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به والسلام تحف العقول لابن شعب الحراني